انشقاق كبير داخل صفوف جماعة الإخوان الإرهابية عمقه انتخاب جبهة لندن صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد ليصدر بعدها بيان للجبهة الأخرى من التنظيم الإرهابي يرفض لاعتراف به ويتهم جبهة لندن بمحاولة الاستيلاء على الجماعة كل هذا يعكس هوة الخلافات بين أعضاء هذا التنظيم الإرهابي ويأتي في الوقت اللي بيواجه فيه التنظيم الدولي ملاحقات في أوروبا بسبب الحصار المفروض عليه أرحب في هذا الحوار بضيوفي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن والأستاذ إسلام الكتاتني الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي أهلا بحضراتكم ومنرحب بيكم أهلا بيك أستاذ إسلام أهلا بيك أستاذ أحمد وأبدأ بك أستاذ أحمد يعني أنت أحد أهم الباحثين في ملف الإسلام السياسي كيف تبعت هذه الحالة من الانقسام داخل هذه الجماعة الإرهابية عقب اختيار عبد الحقم أحدته من صدى داخل هذا التنظيم الإرهابي التنظيم في لندن يعرف ماذا يريد هو يرى أن جبهة تركيا تزبل وتضعف وإلى لا شيء هنا يقتنص التنظيم في لندن الراية يعني هو يرى التحركات التي تجري في المنطقة يرىها بعين الفحص يقرأها آه يقرأها جيدا يعرف أن مصير إخوان تركيا إلى زوال إلى زوال هنا يقتنص الفكرة هذا بعد البعد الآخر إعادة تقديم وقيادات الإخوان مرة أخرى يعني الإخوان عشان نفهم اللي حصل في العشر سنين أو الوثنشر سنة أو التلتنشر سنة اللي فات دول لما تم توظيفهم وهم طبعا نحن نعلم جميع أن دي جماعة وظيفية تنظيم وظيفية تنظيم للإيجار يعني كل دولة من حين لآخر لما تحب تناكف حد تجيب التنظيم يعني الأمريكان يحبوا يناكفوا السوفيت في أفغانستان يجيبوا الإخوان الأفغانستان الدول الإقرمية الكبرى الدول حتى في المنطقة الكبرى حتى دول لما تيجي يعني تعادي بعضها البعض وتجيب أجراء التنظيم الأجير الجاهز الموجود ويعتاش على هذه المسألة طول عمره هو تنظيم الإخوان ومن ثم الإخوان في لندن قرأوا المشهد جيدا قرأوا أن جبهة جبهة لندن خلاص يعني جبهة تركيا خلاص كده ستزبل والأيام القادمة يعني الأيام القادمة حبلة بأشياء كثيرة لذلك هم تذهبوا إلى هذا المسألة أعلنوا أنه هو قائم عسام عبد الحق أنه قائم بالمنصب المرش عسام عبد الحق صلاح صلاح وهذا ما رفضته الجابة الأخرى طبيعي طبيعي لكن هو هم بيعاد تقديمه مرة أخرى صلاح عبد الحق ده بيعاد لأنه هو لما تشوف على مسلكه هو مسلكه جاي من قسم التربية في الإخوان قسم التربية يعني يعني هو بيعاد تدوير هؤلاء القادة الصغار يتقدمه في الغرب بوجوه أخرى تبدو لبرال صغار في مكانتهم ولا صغار في سنه لا صغار في السن والمكانة لأنه هو يريد أن يمحو السنوات الماضية السنوات الماضية مرت على المنطقة ومرت على التنظيم ومرت على كل من تعامل معهم تعاملا سيئا جدا يعني الكل تشوه تم تشوه الكل تم تشوه الكل هو يريد أن يأتي ودي عادة لإخوان التاريخية دي العادة التاريخية أنه في كل أزمة بتحصل بيعاد تقديم وجوه مرة أخرى تنزوي الوجوه بيعاده إنتاج نفسه آه إعادة الإنتاج ده مصطلح دقيق إعادة الإنتاج مرة أخرى عشان يحافظ على التنظيم وبالمناسبة في كل أزمة بتحصل كل أزمة بتحصل تاريخيا في الجماعة بيحصل الشققات آه بتحصل الشققات ومقسمات طول وقت وهو لأنه تنظيم هو عنده خبرة تاريخية بيجيد إعادة تدوير من نفسه مرة أخرى وبينجع في ده طيب إلى أي مدى هينجح السنوات القادمة أنا أتصور أن هذه الأزمة هي أعنف أزمة تمر بها التنظيم منذ ولادته سنة 1928 رغم مآسي الأزمات التي مرت على التنظيم إلا أن هذه الأزمة لأنها أناف تقديري أزمة فارقة أزمة أزمة لها علاقة بالتعاون مع الشعوب وليست الأنظمة كانت في الماضي التنظيم كان يدخل في أزمات مع الأنظمة يشتبك معه وتشتبك معه ويدخل السجون وما شابه أما يبقى الشارع هو الحاضن الرئيسي والشعوب كانت بعيدة أو بمنأة عن هذه الأزمة لا تعرف تفاصيلها ولا كيفيتها لكن اللي حاصل هذه الأزمة يعني شفهم خلاص دخل على خط المجد